بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في الحقيقة أنا واحدة من الناس دخل الوعظ من سنة 2006 يعني احنا مش وفي ناس قبلية بكتير بس القصة ان احنا كنا موجودات لكن ملناش أرض صلبة بنقف عليها هي دي كتا القصة ما كانش فيه تفعيل للدور يعني كنت اروح المسجد انا قاعدة حد جالي اهلا وسهلا محدش جالي قاعد شوية بطولة ياخد بعضي وقامش كل واحدة فينا عندها ممكن اجتهادات تقدر تجمع مجموعة لكن ما كانش عندنا منهج نمشي عليه وما كانش عندنا فعلا أرض صلبة نقف عليها لحد ما حصل اتسحبت كل التصريحات التصريح الموجودة في وقت من الأوقات وبدأت عملية التمحيص وبدأت عملية الاختيار كله مفيش ولا وعيدة جينا في وقت من الأوقات بداية عهد التصحيح بقى في عصران الحديد اتسحبت كل التصريح الموجودة على الساحة ومفيش ولا وعيدة بتعطي سواء من هنا او من هنا لان زي ما حضرتك قلت فيه ناس دخلت من أبواب الخلفية واحنا ما كانش هنا في وسطهم مكان لما نيجي نتكلم بيغبشوا علينا وبيخلوا بياخدوا الناس مننا واحنا يمكن عشان اتعلمنا بأدب علمائنا ومشيخنا ما كناش بنعرف في المساجد نتطاول على حد أو نقض التصرفات اللي كانوا بيعملوها فأخدنا جنب وبنتكلم فيما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد ما حصل طفرة خدنا معاني وزير الأوقاف واختبرنا كلنا بالكامل ما فيش واعظة كان معاها تصريح في هذا الوقت إلا واختبرت اختبارات شفاهية اختبارات تحريرية ثم عرضت أمنيا عشان يتعرف تفكيرها كمان ماشي في أي اتجاه وبقينا نتسئل ونتكلم ويتكلموا معانا ويشوفوا فكرنا شكله إيه ونتو أصلا معكم أهلاء لا ما فيش حد بيدخل معهد إعداد الدعاء إلا بعد التخرب من الجامعة يعني ده ده شارت يعني فيكم طبيبات وفيكم مهدسات احنا الحمد لله من فضل الله الوعيضات اللي موجودة إما هتلاقي حياتك منهم خارجات كلية الهندسة كليات الطب أنا عايزة أقول حياتك يعني كليات القمة هي اللي كانت دخلة بتبحث على طريق ربنا سبحانه وتعالى كلنا وفينا يعني كل التخصصات يعني وكان من الجميل أن فينا خارجات ألسل وخارجات أداب إنجليزي وأداب فرنساوي يعني بحيث أن يبقى عندنا توليفة ما شاء الله استفاد بها معالي وزير الأوقاف لأنه أخذ المجموعة تلعوا 144 وعزة دول كانوا البكورة خدهم معالي وزير الأوقاف وبدأ يدربهم بقى اختبارات أنا فاكرة أن أنا من 2017 اللي هو العام اللي حدده فخامة الرئيس عام المرأة المصرية من 2017 لحد النهار ده أنا بطلش امتحانات أنا عايزة أقول لحضرتك كل يوم التاني عندنا شغل على طول على طول وبعدين دخلنا بعد كده أكاديمية الأوقاف الدولية لقينا حاجة تانية أخوة اسمعا في أكاديمية الأوقاف أنا واحدة من الناس من الكليات العملية لقيت نفسي بدرس فلسفة وعلم نفسه ومنطق وأنا مش ناسها لما دخلت معينا للوزير الأوقاف قلت له احنا مش هنقدر يعني احنا ناس مش هنقدر لأن عمرنا ما قعدنا حفظنا احنا القرآن والحمد لله لكن ان احنا نقعد نحفظ منطق وفلسفة وعلم ما لناش فيه احنا كليات عملية فعني زر القف قال إلا هيكمل أهلا وسهلا هو ده منهجنا هتاخدوا لغة هتاخدوا حاسب اللي هو الكمبيوتر هتاخدوا كل حاجة تواكب العصر تعرفوا أنماط الشخصية تعرفوا الناس اللي بتتعاملوا معهم من الناحية الفكرية وتتعاملوا معهم ازاي وتخش ازاي وتخرج ازاي تقدروا تواكبهم دول علماء الأزهر عايزين تبقوا في المركب بتاعة علماء الأزهر تعالوا وتعلموا الكلام ده ما هو ده يا دكتورة اللي الناس ما بتاخدش بالها منه أن احنا لما تعلمنا في الأزهر الشريف التعليم بتاعنا تعليم متكامل دي حقيقة يعني الناس بتتخير ده دخلتوا كلية الدعوة بيدوني قرآن وفقه تفسير لا بندرس علم نفسه وبندرس سلوك وبندرس فن الدعوة فن الخطاء بندرس كل حاجة وبندرس لغة أجنبية بندرس كل حاجة يعني في الأزهر الشريف احنا درسنا كل شيء مش أصواده مش معه بتاعت السلم هنيجي ندي له كتاب نقول له احفظ احفظ نواقد الوضوء واحفظ أركان الوضوء واطلع قول للناس وخلاص آه بس يا دكتور رمضان حضرتك وكل علماءنا علماء الأزهر الشريف عندهم أرضية احنا كنا دخلين لعن موضوع صعب جدا علينا احنا فينا الناس ما بتارفش تنضيق لغة عربية على فكرة أنا والشيخ خالتكم علمي مش كده ولا يا مولانا أه بس أزهري أزهري كل حياتها في السماعة والحقنة أو في اللغة أو في اللغة أو وتفجأ تقدر اتلاع علم نفس يعني كالموضوع صعب جدا بس الحمد لله من فضل الله وجدنا نفسنا في الأكاديمية ولقينا بدأت تتفتح لنا يعني أبواب كثيرة في العلم وبقينا ندرس لأن احنا وقت ما اتخرجت يعني أنا واحدة من الناس دايما أقول أنا اتخرجت من معهد أداية الدنوعات تابعة لوزارة الأوقاف وقت ما اتخرجت عرفت أن أنا إزاي أفتح كتاب لكن ما تعلمتش حاجة ما تعلمتش اللي خليني أقول أنا وعيدة لا أنا عرفت أفتح أمهات وصل عددكو كام دلوقت لا ما شاء الله تخطينا يعني أنا طبعا مش عايزة أقول عدد بالزبط عشان أنا ما يعني لكني راح تخطينا الخمسمية بكتير ما شاء الله بكتير لأنه دلوقتي كل المحافظات كله انضملنا من كل المحافظات وما فيش حد بيدخل إلا ما بيكتازل الاختبارات وبيخش الأكاديمية وتنتشروا في خطتك الدعوية تبقى للمنهج اللي محطوط من الوزارة دي حقيقي مظبوط كده يعني إحنا عندنا الأول معالي الوزير بدأ معانا قال أنتوا هتشتغلوا الفترة الأولى أخلاقيات وسلوكيات فقط ده اللي عملوا حضرت سيدنا النبي 13 سنة الأول في تاريخ الدعوة 13 سنة اللي بدأوا بناء الإنسان اللي هو بناء الإنسان اشتغلوا أخلاقيات ملكوش دعوة بفق خالص ملكوش دعوة بأمور فيها شائكة خليكم في الشق الخاص بالعقيدة اللي هو البناء الأخلاقي بالزبط والسلوكي والأخلاقي بس أخلاقه وإزاي أفعل الأخلاق دي في واقع الحياة وده اللي اكتشفنا للناس محتاجينه لمنزلنا وعشان كده الناس ارتبطت بينا كل ما كان حد يكلمنا في فق نقول لهم در الإفتاء المصرية رقمها كذا تعالوا لإمام بتاع المسجد أنا ممكن لو أنت محرجة تتكلمي في أمر أنا ممكن أكون قاعدة معاك ومع الإمام أوصله وانت قاعدة فبقينا حلقة وصل ما بين الإمام في المسجد وما بين بعد أن شعوا الإمام بدورنا فادانا بقى الأرضية دي يبقى حضرتك عملت يبقى دخلنا المنظومة كلها عدد تابعة للمنهج الأزهار الوسط صحيح بعد ما كان الإمام في مكان وكنا مولانا من يجينا نتكلم في أي درس تفاجئ بشيء عجيب واحدة من السيدات تقول لك لا ده الشيخ قالتلي غير كده أيوة فكان عندي مصدرين بيضربوا في بعض في داخل المسجد أيوة فكده الحمد لله لا الحمد لله وبعدين شعرنا بإزاي الإمام بيساند يعني لا عندكم ويعلن عندكم درس لفلانة وممنوع حد تاني يتكلم وقاب بقى بعد كده ضبطي القضائية لأي حد يتحدث من خارج الدعوة ودي كانت خطوة جريئة كالعادة من معالي وزير الأوقاف والخطورة في المسألة أن هناك حاجز في الحديث مع النساء لا يمكن ولا يجوز اختراقه